اهلا وسهلا بكل متابعي القناة الاعزاء بناء على طلبكم حلقتنا النهاردة عن رصد اخر لحظات في عمر اصابت ريا وسكينة يعني قبل تنفيذ عليهم حكم الاعدام وكمان هنرسلوا ليكم حالتهم الجسدية بعد عملية الشنق والبحث عن مكان دفن الجسس من اللي دفن الجسس من اللي استلامها اتدفنوا فين لكن في البداية اه لو حترك اول مرة تتابع القناة ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس علشان مسؤولة كل جديد ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو لان اللايك بيساعد كبير اه كتير جدا في نشر الفيديو اشوفكم ان شاء الله بعد فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة شوارع ومعالم اسكندرية معاكم معادل والي. حكمت المحكمة على ريا وسكينة واعوانهم بجلستها لعلى حقانية بصرايا محكمة اسكندرية الاهلية. لهي احتمال كبير تكون محكمة الحقانية في المنشية حاليا. حكمت المحكمة يوم الاتنين ستاشر مايو الف تسعمية واحد وعشرين. النيابة طلبت من المحكمة اعدام المتهمين السبعة اللي هم ريا وسكينة وجوازهم حسب الله وعبدالعال والفتوات عبدالرازق وعرابي. وعلي محمد حسن السايغ اللي هو كان بيشترم انهم الدهب وهو عارف اللي هم سرقينه قتلين اه اصحابه. وطبعا كلنا عارفين اللي اسوأ لحظات بتمر على الانسان هي لحظات الانتظار. ايا ان كان بقى الانتظار فرح انتظار حزن انتظار حاجة كويسة مصيبة. اه الانتظار صعب. فما ببالك بانسان منتظر تنفيذ عليه حكم الاعدام شنقن. اه اصابة ريا وسكينة اه 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 حكم علوم بالاعدام في مايو. وقضوا في السجن شهور منتظرين تنفيذ حكم الاعدام. الى اه الى ان جاء يوم من اربعاء الموافق واحد وعشرين ديسمبر الف تسعمية واحد وعشرين. في اليوم ده اترفعت الرايا السودة على سجن الحضرة. ايزانا ببدء عملية الاعدام. السجن الحضرة ترفض عليه الرايا السودة ايه? هيحصل فيها عملية اعدام. وهم اه اه مأمور السجن اه رتب اللي هو هيعدامهم على دفعتين. دفعة اولى ودفعة تانية. الدفعة الاولى تم اعدام فيها ريا وسكينة وحسب الله. واليوم التاني بقيت العصابة. كان حاضر اول يوم اه محافظة اسكندرية وقتها محمد باشا حداية. ومندوب الصحف المحلية. وطبعا اه مندوبين من وزارة الصحة اطباء شرعيين طبعا. بالاضافة الى المسئولين او اه اللي كانوا هينفزوا حكم الاعدام. ممكن حد يسألني يقول انت جبت التفاصيل دي منين? هقول لحد داك التفاصيل دي نشرها الدكتور محمد عبدالوهاب في كتابه سنة الفين وعشرة سردام المموسات عن قضية ريا وسكينة. وهو قال في الكتاب اللي هو اه صور جميع مستندات القضية بالصور والصور المحاضر والتحقيقات والاعترافات. وكمان شهادات الوفاء. اه ونشرها في الكتاب وانا لخصت اللي في المستندات عشان الوقت ويه لخصته ما بين العربية واللهجة المصرية العامية. حضر الاشخاص المكلفين بتنفيذ عملية الشنق. وكانت ريا اول من اه استحابوها اه من الاصابة طبعا احنا حاليا بنقول على المكلفين بالشنق اللي هم عشماوا اي حد بيشنق دلوقتي احنا بنقول عليها عشماوا. كانت ريا اول اللي استحابوها الى غرفة الاعدام. طبعا كان بترتدي سوب الاعدام الاحمر. ريا كان حالتها ايه? اه اول ما اخدوها من من زنزنتها عشان يعدموها. المستندات بتقول اللي هي كانت ماشية واثقة من نفسها بخطة سابتة. والبلد دي كده مكانش في دمخة. ولكن كل لحزة او كل دقيقة كان بتقرب لحبد المشنقة. كان اه قوتها بتروح بتهتز بالبلد دي كده لونها بيصفر. ومش شايل اه رجليها مش شايلها وكانت اه خلاص على وشك الانهيار. تلع حكم الاعدام اه او حكم الاعدام على ريا القائم مقام اه عبدالفتاح صالح هو بلده بردبة عقيد مأمور سجن الحضرة وقتها. وبعد ما اه المأمور اه تلع عليها الحكم مسألها المحافظ محافظ اسكندرية وقتها محمد الحداية محتاجة حاجة يا ريا قبل ما تتشنقي اه ردت عليه يا ريا قلت له اه نفسي اشوف بنتي بديعة. فطبعا جاوبوا مأمور السجن بسرعة وقال له يا فندم هي لسه شايفة بنتها من يومين ما ينفعش تشوفها تاني. فطبعا المحافظ محافظ اسكندرية قال ازا يتم تنفيذ الحكم حالا. ريا رجعت وقالت للمحافظ والمأمور يعني مش هشوف بنتي قبل ما موت. ريا لما تأكدت اللي هي خلاص مش هتشوف بنتها قايتلاقي كده بالبلدي ربنا معاك يا بديعة او انا سبتك عندي ربنا يا بديعة امانة يعني. او لك الله يا بديعة. ولما الجلدين او القائمين على تنفيذ حكم الاعدام بدأوا في ربط يد ريا من خلف ربطوا ايديها من خلف يعني. فالواضح ان الموضوع كان صعب عليها لانه مما كانوا بيربطوا جامد فقالت لهم بالراحة انا قلية سيدة يعني مش راجل يعني. واخر عبارة قالتها قبل ما تنزل اسفل الطبلية بعد موتها او دعتك يا بديعة يا بنتي بيد الله. ونطقت ريا الشهادتين. وبقى جسد ريا معلق في الحبل لمدة نص ساعة. والنبض بقى في جسدها لمدة دقيقتين. بعد انزال جسة ريا من الحبل من الحبل المشنقة تم تشريح جسة ريا. ريا كانت السجنة رقم خمس سلاف خمس مئة وستين. دخلت ريا السجن ووزنها اتنين واربعين كيلو. زاد وزنها الى يوم الاعدام الى خمسين كيلو نص. اه الى يوم الاعدام. ولكن الصفة التشريحية طويلة فانا اه قلت بلاش عشان ما نضيعوش وقت. وبعد الانتهاء من اه شن اه ريا. اتت دور على سكينة اختها سكينة بنت همام. ووقت ما كان المأمور مأمور السجن السجن بيطلو عليها حكم الاعدام. قالت سكينة بقى انا قتلت سبعتاشر ست بايدي. ماشي انا قتلت كل النسوان. واستغفلت بوليس اللبان. واتحكم عليها بالاعدام. وانا عارفة اني رايحة اه اتشنق. ومش هممني بالبلدي كده. انا ست جدعة. هو فيه اكتر من الشنق. وهي عندما دخلت الغرفة اه غرفة الشنق. قالت سكينة للجلاد او المسؤول عن عن شنقهم اللي احنا بلو عليها عشماوي. وهو لما بدأ يكتف ايديها جامد. قالت له براحة. هو انا راح اهرب منك او ابنع الشنق. انا اولية ولكن جدعة. الموت حق ولابد من الموت. انا جدعة وهتشنق مكان الجدعان. وقتلت سبعتاشر اولية. وغفلت الحكومة وغفلت بوليس اللبان. الملفت اه للنظر في ورق العضية اللي ما بيقولوا اللي هي قبل ما تتشنق اه سكينة. اه قعدت تشتم او اخذت تسب وتشتم مأمور اسم اللبان بافضع الالفاظ. وفي النهاية قالت للحضور جميعا سامحونا. يمكن عبنا فيكم. وبعد كده تم تنفيذ حكم الاعدام. وآآ نطقت الشهادتين. وسقطت في الطابلية. وظهرت جزء اه سكينة. وعلقة نصف ساعة اه على الحبل. النبض استمر في جسد سكينة اربع دقايق. اه الملفت للنظر في الاوراق ان كل اللي حضروا اه اه شنق سكينة قالوا انها من اشجع الاصخاص اللي هم تم شنقهم وشفوهم آآ في موقف الاعدام. سكينة كان وزنها عند دخولها السجن ستة واربعين كيلو. آآ وصل وزنها قبل الاعدام بساعات تلاتة وخمسين كيلو. انا حابب اوضح نقطتين مهمين آآ او اسأل سؤال في في البداية آآ ليه آآ تم اعدام ريا وسكينة? لماذا تم اعدام ريا وسكينة? الشعب المصري او الشعب العربي عرف ريا وسكينة عن طريق المسرح والسينما والازاعة والتلفزيون. اه اول من آآ مثل ريا وسكينة في المسرح نجيب الرحاني وآآ في السينما آآ اسماعيل اسين انوار وجدي آآ يونس شلبي وشريهان وفي المسرح آآ في الآآ تاني آآ شاديا وسهير البابلي وفي النهاية آآ مسلسل آآ صلاح عيسى ريا وسكينة اللي عمل ضجة جامدة وآآ اعاد القضية للزهور من جديد. كلنا عرفنا من خلال السينما المسرح ان ريا وسكينة هم اللي كانوا بيقتلوا. والحقيقة غير كده. اللي كان بيقتل هو حسب الله عبدالعال وعرابي وعبدالرازق. آآ ريا وسكينة كان دورهم اللي هم بيجلبوا الضحايا من اماكنهم. وبيخدروهم عن طريق آآ المخدرات عن طريق المخدر اي حاجة بتخدرهم والرجالة بيجهزوا عليهم وبيقتلوهم. تابلين عدمه آآ قبل آآ اعدام ريا وسكينة لم تسجل في مصر اي قضية اعدام او اي حادثة اعدام لسيدات. لان كان آآ قبل سنة الف سمائة وعشرين بيتم الاعدام آآ خارج السجن. ولكن في قضية ريا وسكينة تم الاعدام داخل السجن فذال السبب فتم اعدامهم. اعدامهم ليه وهم ما قتلوش. المشرع المصري قال ان في في آآ قضايا الجنايات الاتل اللي بيساعد على الاتل بيعتبر آآ جاني مع الاتل. يعني اللي بيساعد على الاتل بيسهله الاتل يعتبر مساعد معاه او مشارك معاه في الجريمة. ولذلك تم اعدام ريا وسكينة كاول سيدتين في مصر يتم عليهم حكم الاعدام. وكمان في ملحوظة مهمة جدا ان كل اللي كتبوا سيناريهات عن افلام او مسرحيات آآ كان وقتها قريبين يعني نجيب الريحاني آآ كان قريب من وقت آآ القضية بسنوات بسيطة او بشهور. انوار واجدي اسماعيل ياسين. آآ اللي كتب حتى آآ انوار واجدي اللي كتب السيناريو والحوار آآ نجيب محفوظ آآ صور او صوروا كلهم ان اللي بيقتل ريا وسكينة. انا مش عرف ليه السبب اللي هما كانوا بيصوروا ان ريا وسكينة هما اللي بيقتلوا. وحسب الله وعبد العال والشلة دي كلها ما اللي هما عرائز فئدين ريا وسكينة. ولا كان لهم اي قيمة وكانوا زي خيال المقاتل. لكن في الحقيقة ان ريا وسكينة في الاعترافات. قالت اللي هي بتخاف تقتل حتى فرخة. الحاجة التانية اللي انا لاحظتها اللي لما انا قريت في ملفات القضية عرفت ان اللي صور آآ قضية ريا وسكينة كان ملازم للبوليس المصري وقت التحقيقات. عزيز ودريس طبعا آآ استوديو مشهور في في اسكندرية وقتها. الغريبة اللي هو صور حسب الله وعبد العال وسكينة وريا وصور الضحايا وسور الجسس. ده حتى آآ صوروا آآ ام ريا وسكينة وبنتهم وهم في مستنينهم قدام كاركون اللبان. وصوروا ريا آآ في كاركون اللبان. وصوروا حسب الله في كاركون اللبان. وسكينة وعبد العال. كل دول صوروهم في الكاركون. الا عبد الرازق وعرابي. ايه السبب ليه ما صوروهمشي الله اعلم. انا لحد دلوقتي بفكر آآ ما فيش اي جواب ليه هم فين صورهم فين ملامحهم فين شكلهم الله اعلم. في حاجة تانية انا كنت فاكر وانا طفل صغير يعني بس يعني واعي للامور. كان في محط الرمل آآ عند البوستة كده عند الفشار وعند الميدان كان في زي مكان كده بيحطوا في الصحف والجرائد للناس تقرأ في الشارع. وكان في برواز ازاز كده بيحطوا في صور كان محطوط في صور ريا وسكينة وحنا كنا بنخاف لما بنشوفهم. بس مش دي الصور اللي احنا كنا بنشوفه واحنا صغيرين. آآ في وش سين الماستراند. آآ في وش كنتاكي اللي هو اللي كان زمان مطعم على كيفك. مش دي الصور اللي احنا كنا بنشوفوها واحنا صغيرين. دي من وجهة نظري انا. ملحوظة تانية مهمة آآ ريا وسكينة لما اتشنقوا جساسهم اتدفنت فين? مين استلم الجساس ما فيش معلومات واضحة. آآ اللي هم اتدفنوا فين. غالبا احتمال يكونوا اتدفنوا فيه. بما ان ما فيش معلومات بتقولي ان اهلهم آآ غالبا ان هما اتدفنوا في آآ مدافن الحضرة. مدافن المنارة. في المكان المخصص لدفن في مكان هناك مخصص دفن الاعدام اللي محكم عليهم بالاعدام. لكن ما فيش اي شاهد هناك بيقول اللي هم آآ موجودين في الحضرة. اتدفنوا فين? الله اعلم. من اللي دفنهم الله اعلم. جساسهم من استلمها الله اعلم. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو في فيديو قادم ممكن يكون القادم او اللي بعد القادم عن باقية العصابة. لكن ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. آآ فعلوا زر الجرس. اهم حاجة اعملوا اللايك من اسفل الفيديو لان اللايك بيساعد في نشر اللايك بيساعد في عمو. اشتركوا في القناة